إلى حياة كريمة حيث شدد وزير التنمية المحلية هشام أمنى على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين خلال لقائه محافظة الفيوم أحمد الأنصاري تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها في 63 قرية بمركزي إطصاء ويوسف الصديق هذا وسيتم تنفيذ حوالي 1318 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية لمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمجامعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات ترجمة نانسي قنقر